اللافت بأن رئيس التحدي الفرنسي لكرة القدم خرج واعتذر مجددا عن هذه التصريحات بعد هجوم كليان مبابي عليه من الواضح بأن مبابي أجبره على التراجع وأجبره أيضا على الاعتذار عن هذه التصريحات التي تكشف عن دوافع فرنسا الآن العنصرية تجاه المسلمين عمتا حتى وإن كانوا قدموا خدمات جليلة للدولة الفرنسية يعني زيدان لا غبار عليه أحضر كأس العالم لأول مرة في تاريخ فرنسا في عام 1998 وكان قبقه وسينة وأدنى من الحصول على الكأس مرة أخرى في عام 2006 لكن لأنه مسلم لأن أصوله جزائرية يتم التعامل معه بهذا الشكل العنصري المقيت مبنى بالمواطن الفرنسي المسلم العادي الغير معروف الذي ليست لديه وسائل إعلامية يعبر بها عن رأيه من الواضح بأنه فرنسا تتراجع في هذا المجال بشكل كبير بعد أن كانت حاضنة للمسلمين ونرى بأن الجالية المسلمة كانت لديها بالملايين لكن اليمين المتطرف الآن هو صوته الأقوى والعب اشتركوا في القناة